اشتركوا في القناة الاتجار بالاشخاص في حالات نزاع والتي استهدفت اجراء مناقشة اممية متعمقة للاثار الانسانية والاجتماعية التي نتجت عن قضايا العنف والنزاعات والمعاناة الانسانية وعلى الاخص في مجال الاتجار بالبشر وصرح حميدان ان القيادة الرشيدة في مملكة البحرين تشارك المجتمع الدولي في كافة الجهود الرامية للتصدي للمعاناة الانسانية التي خلفتها النزاعات الاقليمية وتزايد حركة العنف في المجتمعات مؤكدا ان مملكة البحرين قد ايدت الى جانب بقية الدول المشاركة في الجلسة مشروع القرار الذي تم التوصل اليه والذي نص على التصدي لحالات الاتجار بالاشخاص في مناطق النزاعات المسلحة والوقاية منها ومعالجة اثارها على الضحايا حيث دعا الدول الى النظر في امكانية التصدي او الانضمام الى الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكالتها المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبش بالاشخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة